نهاردة خبر حزين لكرة القدم في العالم في العالم كله مش احنا بس وبشكل شخص انا حزين جدا بس العالم كله حزين نهاردة اللي بيحب الكرة في العالم كله حزين ليه؟ تتساقط اوراق الشجر خلاص واحد من الأسماء الأخيرة في الجيل العظيم لكرة القدم الأسماء العظيمة في كرة القدم واحد من اللي أمتعونا على مدار سنوات طويلة جدا واحد من أحلى أحلى وأجمل اللعيبة الألمان عادة اللعيبة الألمان ما بقوش مهريين قوي بس ده من أجمل اللعيبة اللي شفتها بتلعب كرة كرة في رجله مزيكة كمانجة تتعزف توني كروس النهاردة نجم وسط ريال مدريد ولعب المنتخب الألماني أعلن اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الحالي كانت مفاجأة للجميع احنا كنا منتكلم على أنه هيكمل في ريال مدريد الموسم كمان ولا لأ أنه هيروح ياخد تجربة أخرى ولا لأ فجأة الراجل تلع وقع أنه اعتزل كرة القدم إدارة ريال مدريد حاولت تقنع توني كروس بالتجديد لموسم آخر لكنه قرر أنه يعلق الحزاء ويعتزل كرة القدم بعد بطولة يورو 2024 بعد مسيرة رائعة خيالية في كرة القدم مليئة بالألقاب والأرقام تعالنا نشوف بعض من هذه الأرقام العظيمة لتوني كروس هو لعب في مسيرة 463 لأي أحسائيات بتشوف دقة التمريرات عند اللاعبين ده الكلام ده مع ريال مدريد مع بار موريخ مع منتخب الألماني هتلاقي توني كروس دايما غالبا معدد 90% دقة تمريراته 90% ده بيطلع الكرة من رجله في رجل اللاعب كرة طولية بقى كرة قصيرة هي هتروح لرجل اللاعب زميله دقة التمريرات مش طبعية يعني يعجاز يعني توني كروس دا كان واحد من أعظم اللاعب اللي شفتها في حياتي يعني طيب